تبارك الذي بيده الملك وهو عباب لشيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الرفور الذي خلق سبع سماوات طباق ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر حل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر رسئا وهو حسير ولقد زينا سماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوا للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبهس النصير إذا ألغوا فيها سمعوا لها شيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فيه أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فزحبا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللظيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذنولا فامشوا في مناكبها فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا من الطير خوفهم صافات ويقبر ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جنود لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في القرور أمن هذا الذي يرزفكم إن أمسك رزقه فالتجوا في عتوهم ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدا أمن يمشي سويا أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هم الذين انشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه نهشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأى الرزل فتنسي الوجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم روى فمن يأتيكم بماء معين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة